حضرناكم السيد الوزير قضية الأساسي ذا الموقوفون وقلنا لكم أدي هذا الملف للأساسي ذا الموقوفون سيخسر الفرحات للرجال والإنساء التعليم إلا كانوا فرحانين لأن حتى النظام الأساسي رأى فيه فئات كثيرة يمكن أن يجيب أقصر ونظر فيها من المتضررين لذلك سيد الوزير هذا الأساسي ذا الموقوفون هم أساسي ذا مرسوا النظام مرسوا حقهم الدستوري والطبيعي فضيل الحريات فضيل يعني ما كنتم تعب ببلدنا لكنتم سيد الوزير لفقت لهم ملفات ملفات منفقة أقول كوبكولي حتى المرسلة اللي مشهت الأساسي ذا تقريبا نفسها في ربوع المملكة بمعنى كينش حاجة يعني تضبر أو ضبرت في ليل وهذا سيد الوزير غير مقبول في ظيل ما يتمتعه بلادنا من الحريات العامة لذلك نسألكم شنو الإجراءات اللي غا تديروا سيد الوزير قطع الأعناق ولا قطع الأرزق شكرا وإحنا هذا والاتجاه اللي مشنا فيه كلما الأساسي ذا كانوا دخلوا العمل ليلهم ورجعوا للمقارات العمل ليلهم تدكت إيقاف الاقتطاعات اللي كانت كنا وقفناها بالنسبة للأجور لكل أساسي ذا اللي استأنفوا العمل ليلهم خلال شهر يناير تبقى بأن كان هناك بعض السلوكات اللي هي سلوكات مضبوطة واللي غير قانونية وهذه السلوكات جعلت بأن كانوا بعض القرارات اللي اتخذت لتوقف البعض من هذو المعنيين وهذا ما عنده علاقة مع حق الإضراب عنده علاقة مع السلوكات اللي هي لا تحترمش أيضاً حرمة المؤسسة ولا تحترمش الحقوق ديال الآخر هذا جعل بأن هناك مجالس اجتماعات ديال اللي جن جيهوية اللي اخذت بعض القرارات هناك بعض الملفات اللي بقات اللي توضعت أمام هذو المجالس تأديبية اللي حنا لتنضمنه هو ضمان الانصاف وضمان الحقوق ديال كل هذو الأساسي دا باش يكون هذو القرارات يكون قرارات اللي هي مستخ...